مسلسل Pieces of Her قصة عجيبة رهيبة جميلة أكثر من رائعة تابعتها بالكامل حبيت المسلسل تقييمي له تقييمي أنا الشخصي سبعة ونص من عشرة القصة غريبة القصة حلوة صراحة تفاجأت فيها وحدة عمرها 25 سنة تقريبا أو 24 سنة تعيش مع أمها الوحدة هذه تشتغل في الكول سنتر في الشرطة وعايشة مع أمها متقاعدة وتشتغل في إعادة تأهيل الجنود أو المرضى النفسيين أو الحالات النفسية أمورهم ماشية مستقرين ساكنين مع بعض أبوها متوفي من يوم ما هي كانت صغيرة والأمور آخر حلاوة إلى أنهم إلا أنهم مش إلى أنهم إلا أنهم قاعدين في مطعم ياكلون ومستانسين والأمور طيبة وآخر حلاوة فتحصل جريمة قتل لبنت وأمها أمامهم مباشرة فش اللي يصير كل الناس الموجودين يصورون وينتشر التصوير هذا في السوشال ميديا وفي كل مكان فتنتشر صورة الأم والبنت من ضمن الموجودين خاصة أن الأم قتلت القاتل فالناس صوروا وانتشر مقطع الفيديو لما انتشر مقطع الفيديو تغيرت حياتهم رأسا على عقب لأن الأم كانت منضمة لمنظمة إرها ما بقول ما بقول الاسم عشان البندات لمنظمة خطيرة جدا هذه المنظمة ومتنكرة آخر 25 سنة ومتخبية عن العالم ومتخبية عن اللي يبحثون عنها يبغون يقتلونها والتصوير هذا والحدث اللي صار في المطعم غير حياتهم رأسا على عقب البنت ما كانت تعرف ولا شي عن أمها ولا تعرف ماضيها الأم تحاول تبتعد وتهرب وما تطلع على الواقع أحداث رهيبة أحداث جميلة أحداث جدا رائعة أنصح وبقوة بمتابعة هذا المسلسل اكتبوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو إذا حبيتوا فكرة المسلسل وإذنكم بتتابعونا ولا ما تابعتوه وإذنكم شفتوه اكتبوا لي رأيكم في التعليقات في أسفل الفيديو ومثل ما أقول دايما إذا عندكم مسلسل تبغونا نتكلم عنه أو تنصحون أن نشوفه لا تقصروا معنا ولوجه الله لا تنسونا من اللايك والفولو